للأسف الأخذ دويسان ما هم موجود معنا كان لك تصريح استفزازي للمسرحين خلقك راه نصنع اسمها تقول لي ما قلت عدد كبير من المسرحين غير جاد في إيجاد وظيفة وانت مو عظو في إيجاد المسرحين شلو مو عظو انت ذكرت في تصريح صحفي عدد كبير من المسرحين غير جاد في إيجاد الوظيفة يعني حاب انه مسرح قاعد بالبيت والشارع الكويتي في فترة من الفترات قام يتحدث بهذه القضية ويلوم الحكومة على أنها لم تقدم الرعاية السليمة شو اللي أعطاك هذا الشيء عندك دلالة معينة بأنه في مسرحين مو حابين شتعلون طيب يعني وان كان هذا قارج بس أنا راح أجاوبك على السؤال اوش أنا متصريح صحفي هذا كان مناظرة بيني وبين خلق وإسان لا أقصد يعني التصريح يطيح أن أنا كانت مواجهة ومناظرة وكانت كان في سياق معين ما اقتطعتها بهذه الطريقة على فكرة برنامج عادة لهكلة مناطفين الاستقرار الوظيفة بالنسبة للعمال الوطنية نحن نوفر الأجواء المناسبة مناطفة أستاذ إيمان نوفر الأجواء المناسبة لاستمرار علاقة العمل واستقرار الوظيفة بالنسبة للعمل الكويتي وبالتالي لما صارت الأزمة هذه أزمة المسرحين نعم فيه كثير من الناس تاجروا فيها نعم التحرك نعم والتحرك اللي صار التحرك الحركة أنا شخصيا سويت حصائية أيامها على 2007-2008-2009 جمعتهم التحرك ما هو بالشكل الكبير الرقم هذا متى طلع؟ الرقم اليوم يقولون المسرحين يمكن تغريبا على ما تذكر إذا ما خانتني الذاكرة أممكن 600 واحد ماشي 600 أسرة أنا اتفقد أن هذا شيء كبير مو قليل ولكن هذا الرقم متى طلع؟ الأزمة الاقتصادية صارت 2008 طيب الموضوع هذا طلع في 2009 لما انصرفت المزايا المالية للمسرحين بدأوا الناس يتاجرون في هذا الموضوع ويقول لك أنا مزايا كبيرة أعطتها الدولة كانت تعطي 220 دينار بلس 60% من الراتب المؤمن عليه ويطلع أكثر من الراتب العادي أكثر من الراتب العادي ففي ناس وايد يحسبوها قال ليش حقنا داهم ناس ثانين اللي هم أصحاب اللي عندهم تعين وهمي واللي تكلمنا عنهم في البداية واللي عندهم كاله هنا عم تاجروا فيها أزيدك من الشعر بيت شفت الناس اللي تكلمت عنهم الكبار يعني المتاجرين أو اللي وجهت لهم هم مو المشرحين فعليين المتبررين المشرحين القانون ينظر احنا نتكلم بألفاظ قانونية محددة نعم القانون يقول لك المسرح هو كل من كذا 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 فما ينطبق عليه هذا الوصف في ناس تاجروا في ناس من الناس الإكزيغاتفز اللي أنت تتكلم عنهم الكبار قدموا استقالاتهم وردوا على عقود خاصة مجرد أنوا وقفوا تأمينات بمدة ستة شهر نعم وخذوا أضعاف أضعاف رواتبهم فأنا كنت أتكلم عن الشريحة هذه أنا أقصد أننا كنا نعطيهم بدل المسرحين وفي نفس الوقت نعرض عليهم وظائف ما أتكلم عن بدل المسرحين أتكلم عن الوظائف كنا نعرض عليهم وظائف ما هم جادين فيها نعم هذا اللي كنت أقصد الجزء الثاني نعم